اشتركوا في القناة توتو الجوجي هو توت صغير دولون احمر ينمو في كل من الصين ومنغوليا وكثر عنه الحديث في الاوينة الاخيرة لاحتوائه على مجموعة من المواد المغدية والمعادن والفيتامينات وكانت الصين تستعمله كمكمل غدائي او كدواء من البدائل الصحية يتوفر توتو الجوجي على فوائد صحية منها تعزيز صحة القلب والاوعية الدموية مما يقلل من خطر الاصابة بامراض القلب وسرطان الجلد ويساهم في تعزيز وتقوية المناعة وهو غني بمضادات الاكسدة لانه يحتوي على كمية كبيرة من البتاكاروتين أكثر من الكمية التي توجد في الجزر ويحتوي على الفيتامين سي وفيتامين او والبتاكاروتين والمضادات الاكسدة لها دور كبير في تثبيت الشوارد الحرة وبالتالي تقليل احتمالية لإصابة بالسرطان وتقليل من علامات الشيخوخة وهذه الفكهة غنية كذلك بالبروتين ومصدر مهم من السلينيوم وغني بجميع الأملاح المعدنية يساهم في إنقاص الوزن وله المساهمة الكبيرة على خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة العينين وكذا يحافظ على صحة البشرة لكن المصابون بانخفاض ضغط الدم يجب أن يأخذ الحذر في تناول هذه الفاكهة لأنها تخفض مستوى ضغط الدم بشكل كبير وهي فاكهة مغدية وتعتبر من المكملات الغدائية العامة الهائلة وقد عرفت منذ ملايين السنين كبديل من البدائل الغدائية في الصين ولكن يجب على كل من يريد تناول توتا الجوجي أن يكون على علم بالتفاعلات الدوائية مثلاً الذين يعانون من مرض السكري يمكن أن يؤثر تناول الجوجي على الأنسولين ووظيفة البانكرياس لهذا من الضروري استشارة الطبيب وتناول توتا الجوجي لفترة طويلة قد يتسبب في حساسية في الجهاز العظمي ولكن يفضل تناوله على معدة ممتلئة ويزيد هذه الفاكهة من سيولة الدم لأنه يؤثر على تخطر الدم ينصح للحوامل عدم تناوله إذن هذه الفاكهة الهائلة بالمعادن والغنية بالبيطامينات يجب أن نستعملها في تغذيتنا ولكن بكمية قليلة شكرا لكم على المتابعة وإلى لقاء قريب إن شاء الله ولا تنسوا الاعجاب بقناتنا والمشاركة حتى يصلكم كل جديد شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة